اشتركوا في القناة قواء القلم حتى نكتب ونثبت المعلومات ونكمل ما بدأنا به في هذه السلسلة انتهينا في الدرس السابق من اخذ النسبة المئوية ومن اخذ الترمات في النسبة المئوية كيف احول النسبة المئوية الى كسر كيف احول النسبة المئوية الى عدد عشري وكيف احول الكسر الى كسر عشري وهكذا تعرفنا على هذا المور الشكل تفصيلي بقي لدي فقرة اخيرة ومهمة في هذه الوحدة احببت ان افردها في مقطع خاص بها ولا احقها في المقطع السابق حتى نثبت المعلومات دائما ابدا تذكر احضر المقاطع السابقة حتى تهون عليك المقاطع اللاحقة وحتى تفهم برياضيات بشكل اعمى ونحصل على علامة ما تم باذن الله تعالى ونؤسس ما هو ما بعد التاسع باذن الله تعالى وصلنا احبتي الى خاصية بالنسبة للنسبة المئوية وهذه الخاصية تقول اذا كان لدي نسبة مئوية مثلا استطيع ان اكتبوها بهذا الشكل مثل ما اخذنا خاصية توزيع اقوم بتوزيع الحد الاول على توزيع هذا الحد على حدود القوس الموجود الحد الاول الحد الثاني يعني A بالمئة من ال B زاد A بالمئة من ال C طيب ما معنى هذا الكلام حتى أفهم هذا الكلام عليه أن أخذ تطبيقات هذه التطبيقات سوف توضح لنا الفكرة بشكل مبسط بإذن الله تعالى بالنسبة للمثال الأول حصلت عبير سوف أقرأ السؤال ومن ثم أقوم بكتابة المعطيات وتحليلي حتى نفهمه ونقوم بحليه بشكل الصحيح حصلت عبير على 90% من مجموع درجات امتحاني الفصلين الأول والثاني لمادة الرياضيات إذن نحن عنا مادة الرياضيات علامتها من 60 إذن علامة الفصل الأول ماذا؟ 60 درجة وعلامة الفصل الثاني أيضاً 60 درجة حصلت عبير على 60% على 62% لدقة السؤال من مجموع درجات امتحاني الفصل الأول والثاني إذن حصلت على 90% 90% من درجات الفصل الأول والثاني وعطاني معلومة إذا علمت أن درجة الفصل الأول خمسين إذن درجة الفصل الأول كانت خمسين فماذا سيطبني؟ كم هي درجة الفصل الثاني؟ إذن ما هي درجة الفصل الثاني؟ ننطلق من المعلومة التي أعطانا إياها وهي حصول هذه الطالبة على 90% من مجموع علامتها الفصل الأول والثاني يعني 90% من الفصل الأول 60 درجة الفصل الثاني 60 درجة إما أقوم بالتوزيع بالاعتماد هذه الخاصية أو أستطيع أن أقول 90% من 60% زائل 60% مئة وعشرين الخطوة التي تليها كيف أحصل النسبة المئوية كما تعلمنا في اللقاء السابق؟ فقط إذا النسبة المئوية كافة أحصلها من عدد ما؟ أقوم بضرب هذا العدد بالنسبة المئوية مقدار زيادة أو مقدار نقصان أضرب العدد الإجمالي بمقدار زيادة أو مقدار النقصان أو النسبة المئوية للزيادة النسبة المئوية للنقصان يطلع عندها مقدار الزيادة أو مقدار النقصان ف90% من 120 هي عبارة عن 90 على 100 ضرب 120 طبعا الذي ليس له مقام مقامه هو واحد وكسر الضرب كسر البسط في البسط بسط والمقام مقام مقام إذن 90 ضرب 120 مقسم على 100 ضرب واحد مئة صفر بالبسط مع صفر بالمقام صفر بالبسط مع صفر بالمقام 9 ضرب 12 إذن وتساوي 9 ضرب 2 ثمانية عشر 9 ضرب واحد تسعة وواحد عشر فإذن النسبة التي حصلت عليها أو مجموعة علامتي الفصل الأول والثاني هي عبارة عن 108 درجات طيب ما هي درس الفصل الثاني؟ تقول لي درجة طبعا هذه المئة وثمانية هي عبارة عن مجموعة درجتين الفصلين مجموعة درجتين الفصلين الدرجة نهائية ستين وستين ومئة وعشرين هي حصلت على 108 من المئة وعشرين وعلم علامتها بالفصل الأول باقي لديه فقط إيجاز درجتها في الفصل الثاني إذن بالتالي تكون درجتها في الفصل الثاني إذن درجة الفصل الثاني تساوي علامتها الإجمالية يذهب منها علامة الفصل الأول لأن علامة الفصل الأول والفصل الثاني مجموعهما 108 فيكون الرقم المطلوب عبارة عن دساوي مجموعة العلامتين هي عبارة عن 108 ناقص بالفصل الأول عبارة عن 50 108 ناقص 50 أصبح المجموع ماذا؟ 50 58 وهي درجة الفصل الثاني طيب ننتقل إلى تطبيق آخر تطبيق الآخر يقول إذا كانت كتلة قطعة زينك مشروب 60 غرام إذن لدينا كتلة من الزينك طبعا بمعنى الإشابة هذه المعلومة تهمنا بالفيزا والكيميا بالنسبة للإشابة أنا لدي مثلا ذهب خام أو زينك خام هذا الزينك أو هذا الذهب الذي لقيناه فيه ذهب وفيه شوائب إذن فيه زينك وفيه شوائب فيه حديد وفيه شوائب فمقدار الشوائب هي عبارة على الأوساخ التي تثنب من خلال الصهر وبعض العمليات الكيميائية نزيل هذه الأوساخ فنحصل على الزينك الصافي فالزينك الصافي سوف يكون كتلته أقل من الكتلة الإجمالية التي فيها عبارة عن زينك وشوائب لذلك أقول إذن نكتب المطيط إذا كانت كتلة قطعة زينك مشروب 6 غرامات إذن كتلة الزينك المشروب طبعا هذا المقطع نصويره في درجة حرارة عالية درجة 40 درجة أجارنا الله وأياكم من حر الجهنم في هذه الأيام قبل العيد بعشر أيام تقريبا ذلك الحرارة مرتفعة نسأل الله العفو والعافية والسلامة وأن يجيرونها من حر الجهنم نحن وأهلينا وأنتم المشروب وليس المشروب المشروب ما معنى المشروب فيه شوائب أما المشروب يعني حرارته مرتفعة أما المشروب إذا كتلة الزينك المشروب عبارة عن 6 غرامات 6 غرام هذه 6 غرامات فيها زينك وفيها شوائب طيب منها 0.3 غرام شوائب إذن هذه فيها فيها 0.3 غرام شوائب والمطلوب أحسب النسبة المئوية للشوائب في هذه القطعة أحسب النسبة المئوية للشوائب في هذه القطعة طيب أحبتي في هذه القطعة وليس في هذه القطعة في هذه القطعة طيب كيف نحصل النسبة المئوية للشوائب نقول كل انتبه كل 6 غرام زينك مشوب تحوي طبعا هذا الكلام نأتي به من ناصر مسألة تحوي على 0.3 غرام شوائب هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للزينك بالنسبة لل 6 غرامات أنا مطلوب مني نسبة معوية فأكتب كل 100 غرام زينك مشوب تحوي لا أعلم مجهول تحوي اكس واي تحوي اكس شوائب إذا نحبتي حولنا نصر المسألة إلى هذا الشكل الزينك المشوب 6 غرامات فيه 0.3 غرام شوائب يعني كل 6 غرامات منها الزينك المشوب تحوي على 0.3 غرام شوائب كل 100 غرام زينك مشوب تحوي على عدد مجهول اكس نأخذ الجداء التقاطعي كما تعلمنا في الكيميا جداء طرفين جداء الوسطين عندي أربع عدد متناسبة فأأخذ اكس تساوي اكس تساوي خط كسر يقابلها 6 بالمقام والباقي في البص وهو 0.3 ضرب 100 وتساوي نستطيع أن نكتب 0.3 على شكل 3 ضرب 10 قوة ناخص 1 ضرب 110 قوة 2 مقسمة على ماذا على 6 وتساوي 3 هنا الستة أستطيع أن نكتبها 3 ضرب 2 ثلاث بالبصت مع ثلاث بالمقام يصبح لدينا الناتج هنا يختصر 10 قوة ناقص 1 ضرب 10 قوة 2 الناتج 10 ضرب القوة المتفقة بالأساس جمع القوة 2 ناقص 1 1 10 قوة 1 10 مقسمة على 2 وتساوي 10 تقسيم 2 5 إذن النسبة المئوية هي عبارة عن 5 في المئة و النسبة المئوية هي 5 بالمئة 5 بالمئة 5 بالمئة طيب بهذا الشكل نكون قد استفدنا من خاصية النسبة المئوية ومن تحويل المؤادرة إلى شكل جداء تقاطع أربع أعداد متناسبة 6 بلدنا هنا في نهاية الصيف أيضا المثال أو النشاط الذي يليه في نهاية فصل الصيف سوف نكتب المعطيات لنصر السؤال ولكن نكتب المعطيات حتى نفهم المسألة ايضا هنا أخذنا تطبيق أول وهنا أخذنا تطبيق الثاني هذا التطبيق يقول في نهاية الصيف دائما المحلات التجارية سواء كان في نهاية الصيف أو في نهاية الشتاء مثلا عندنا أغراض شتوية ونحن عندنا محل تجاري وفي نهاية الشتاء أردنا لن نقوم بتخزين هذه الأغراض أو اللباس حتى الشتاء القادم تخزينها يعني تجميد المال إذا قمنا ببيعها وإذا أتينا ببضاعة صيفية فإن المال سوف يتحرك دورة المال سوف يتحرك أثناء الصيف فبعض المحلات تلجأ إلى تخفيضات إذا كان عندنا لباس شتوي في نهاية الشتوية نعمل تخفيضات حتى ننتهي من البضاعة الشتوية وإذا كانت الدنيا الصيف مثلا وانتهى الصيف أو قارب على الانتهاء نعمل عرض على البضاعة الصيفية حتى ننتهي منها ونحول بضاعتنا إلى بضاعة شتوية حتى دائما يكون دورة المال شغيرة ففي أحد المحلات التجارية يقول لدي السؤال تنهاية فصل الصيف أعلن أحد المحال بيع الألبسة عن تنزيلات من القمصان بمقدار 30% إذن تخفيضات مقدار التخفيض 30% إذن مقدار التخفيض 30% وكان طبعا هنا لدي قمصان وكان سعر القميص 900 ليرة إذن وكان سعر القميص 900 ليرة طبعا هذا قبل التخفيض فما سعره بعد التخفيض فما سعره السؤال إذن فما هو السعر الجديد فما سعره الجديد يعني بعد التخفيض أنت ذهبت إلى المحل ولقيت أن السعر أعجبك قطعة من طال قميص أعجبتك هذه القطعة ولن تصدع شراءها وبعد فترة مرأيت من أمام المحل ورأيت هناك تخفيضات 30% فتقوم بماذا يعادت مثلا السؤال عن القميص أو قطعة التي أعجبتك فإذا كان لديك السعر تشتريه طيب أول شيء نحسب مقدار التخفيض إذن مقدار التخفيض مقدار التخفيض مقدار التخفيض هو عبارة عن العدد الإجمالي الذي يعطانيه 900 ليرة ضرب ماذا؟ ضرب 30% ضرب 30% وجساوي 900 ضرب 30 على 100 غيساوي طبعا نستطيع أن نكتبه بشكل جدات قاطعي مثلما أسلقنا في اللقاء السابق أكتب كل 100 خفضنا 30 كل 900 خفضنا إكس جداء طرفين جداء وسطين أخرج نسبة التخفيض ثم أقوم بإنقاص قيمة هذه مقدار التخفيض من السعر القميص يطلع عندي الإجمالي أو أستطيع أن أكتب بهذا الشكل صفرين بالبسط هذه 900 ضرب 30 مقسمة على 100 صفر بالبسط مع صفر بالمقام صفر بالبسط مع صفر بالمقام تسعة ضرب 30 تقسيم واحد نفسه تسعة ضرب صفر صفر وتسعة ضرب ثلاث سبعة وعشرين هذا هو مقدار التخفيض هذا هو مقدار التخفيض وهو مئتان وسبعين طيب مقدار التخفيض أنا أريد هذا مقدار التخفيض لم يصبح سعر القميص مئتان وسبعين لا ولكن خفض من سعره بمقدار مئتان وسبعين فمعناته السعر الجديد ماذا يساوي السعر الجديد يساوي السعر القديم ناقص يذهب منه مقدار التخفيض مقدار التخفيض طيب إذا السعر الجديد يساوي السعر القديم عندما ذهبنا في الصيف أو في بداية الصيف فسألنا عن القميص كان سعره 900 طيب وفي نهاية الصيف خفض منه بمقدار 270 كم يصبح لدي 900 ناقص 270 900 ناقص 700 700 ناقص 70 630 إذن 630 أصبح سعر القميص بعد التخفيض عبارة عن 630 طيب لدي فكرة أخيرة أو سؤال أخير وهو في أحد المطاعم نفس السؤال نفس فكرة هذا السؤال نقوم بحله هنا في هذا المجال الفارغ نستثمر اللوح خدراء لإمكان أيضا ننتبه إلى المعلومات هنا عكس هذا التطبيق في هذا التطبيق كان لدينا تخفيض أما هنا لدي ماذا زيادة الزيادة هي أنت ذهبت إلى أحد المطاعم وأحد هذه المطاعم مثلا أتى الشيف الموجود أو القرسون الموجود وقام بمثلا خدمة قام بيعني تديلك في هذا المطعم فتقوم أنت بمقدار ماذا بيعطاهي بمقدار بخشيش أو زيادة حتى مثلا تكافيه على هذه الخدمة التي قدمها لك فهذا البخشيش هو زيادة على الفاتورة الأساسية التي ستدفعها نتيجة ماذا قيامه بخدمتك ومثلا يعني تديلك في هذا المطاعم فالسؤال يقول السؤال يقول في أحد المطاعم بلغت فاتورة أحد الزبائن 4000 إذن الفاتورة الإجمالية 4000 الفاتورة الإجمالية 4000 طيب نكتل مواطيات 4000 فإذا أضيفت إليها 10% من قيمتها أجرت خدمة الزبون فما قيمة الفاتورة الإجمالية إذن الفاتورة هذه الفاتورة قبل الإجمالية سميها الفاتورة مثلا نحن قمنا بطلب مشاوي طلب كذا طلب أطعمة طلعت الفاتورة 4000 أربعة ألف ولدينا زيادة بمقدار إذن مقدار الزيادة مقدار الزيادة هو 10% 10% يعني على كل مئة لا يرى منالك زيادة 10 فما قيمة الفاتورة الجديدة أول شيء نحن على كل مئة عشرات تستطيع نظريا أن تحسب الأناتج ولكن نحن من خلال الحسابات أكتب مقدار الزيادة يساوي القيمة الإجمالية وهي 4000 ضرب النسبة المئوية هي 10 على 100 وتساوي خط كسر 4000 4000 ضرب 10 مقسمة على 100 صفرين بالبص مع صفرين بالمقام 10 ضرب 40 400 تقسيم 1 400 هذا يمثل مقدار الزيادة يمثل مقدار الزيادة على الفاتورة 2000 ومقدار الزيادة هو عبارة عن 10% علينا أن نحسب المقدار الزيادة على الفاتورة ومن ثم نقوم بجمع الفاتورة الأساسية زائد مقدار الزيادة يطلع عنا الفاتورة الإجمالية مقدار الزيادة عبارة عن الفاتورة الأساسية مضروبة بالنسبة نسبة الزيادة 10% فصفرين بالبصمة صفرين بالمقام 400 هي عبارة عن مقدار الزيادة فيصبح لدي الفاتورة الإجمالية الفاتورة الإجمالية تساوي الفاتورة الأساسية زائد مقدار الزيادة الفاتورة الأساسية هي عبارة عن 4000 مقدار الزيادة هو عبارة عن 400 فتصبح الفاتورة الإجمالية هي 4400 طيب ننتقل إلى قسم أسئلة الدورات كيف وردت الأسئلة من هذه الوحدة وكيف نجيب على هذه الأسئلة لدينا في الدورة 2016 هذا على الأولى أيضاً 2 درجة ورد السؤال إملاع الفراغات بما يناسبها ورد السؤال العبارة 5% من 20 هي قد يأتي هذا السؤال إختر إجابة صحيحة قد يأتي فراغات 5% من 20 ماذا أقوم؟ أقوم بكتابة ضرب الرقم بمقدار النسبة المئوية يعني 20 ضرب النسبة هي عبارة 5% 5% وتساوي 20 ضرب 5 على 100 وتساوي ليس لها مقام مقام واحد البصت في البصت بصت المقام في المقام مقام 5 ضرب 20 5 ضرب أو تركها على السرتيب 20 ضرب 5 مقسمة على 100 صفر بالبصت مع صفر بالمقام 5 ضرب 12 تقسيم 10 الناتج واحد إذن الجواب هو واحد والسؤال بدرجتين أيضا ورد في دورة 2017 السؤال بأربع درجات أوجد الرابع المتناسب لهذه العداد عشرة أربعة خمسة عشر العدد لا أعلمه فأفرض أن العدد الرابع المتناسب هو X إذن نفرض كيف أجيب عن هذا السؤال ما أجيب عن هذا السؤال نفرض أن العدد الرابع المتناسب هو X فيكون إذن كيف أجيب عن هذا السؤال نفرض أن العدد الرابع المتناسب هو X فيكون لدي عشرة أربعة نتأكد من العداد خمسة عشر X بعدها ماذا أكتب عشرة على أربعة تساوي خمسة عشر على X الـ X هو رقم الرابع البعيد هنا العشرة الأول والأخير العشرة X القريبات الوسطين أربعة وخمسة عشر أول عدد وآخر عدد البعيد في البعيد ثاني عدد وثالث عدد القريب في القريب بسط مقام بسط مقام العدد الرابع المتناسب يكون في مقام الكسر في الطرف الثاني إذن X تساوي خط كسر يقابل X عشرة في المقام هذه عشرة والباقي في البسط أربعة ضرب ماذا ضرب خمسة عشر أربعة ضرب خمسة عشر مقسمة على عشرة وتساوي أربعة ضرب خمسة عشرين هنا ستين مقسمة على عشرة وتساوي ستة إذن عدد الرابع المتناسب هو عبارة عن ستة ستة ضرب عشرة ستين وأربع ضرب خمسة عشر ستين هذا يسمى جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين طيب بالنسبة إلى السؤال الذي يليه السؤال الذي يليه هو عبارة عن أوجد العدد الرابع المتناسب لهذه العداد ستة طبعا هذا السؤال بأربع درجات وورد في 2019 سؤال بدرجة واحدة أوجد الرابع المتناسب بنسبة طريقة نفرض أن الرابع المتناسب هو X فنأخذ بهذا الشكل 6 بنفس الطريقة تماما نفرض أن العدد الرابع المتناسب ونفرض X وفأفرض Y فيكون العدد الأول هو 6 9 12 6 9 12 Y يلا بنفس الطريقة هذا يؤدي 6 على 9 تساوي 12 على Y دائما عدد الرابع المتناسب يكون في البسط في المقام مقام الكسر الثاني في الطرف الأيمن طيب هذا يؤدي أنا بدي Y Y يقابلها 6 في المقام والباقي في البس والباقي في البس إذن Y يقابلها 6 في المقام وتسعة ضرب 12 تسعة ضرب 12 12 تقسيم 6 6 2 2 ضرب 9 8 وستطيعنا تأكد 6 ضرب 18 وتسعة ضرب 12 6 ضرب إذا حطينا بدل ال Y قيمته 18 6 ضرب 18 6 بثمانية 48 6 وعننا 14 9 ضرب 12 9 ضرب 12 9 ضرب 2 9 ضرب 1 9 و11 10 108 تساوي 108 علينا أن يكون جداء الطرفين يساوي جداء الوسط إذن العدد الرابع المتناسب هنا إذا فرضناه هنا Y شخص كان Y Y هو عبارة عن 18 والسؤال الذي ورد في الدورة قبلها هو عبارة عن 6 6 ضرب 10 60 تساوي 4 ضرب 15 هذا السؤال قمنا بحله في أثناء الوحدة إعطاء الوحدة ورد في دورة 2019 سؤال بثلاث أو بدرجتين هذا السؤال حصلت عبير على 90% من مجموعة درجتين فصل الأول والثاني كتبنا المواطيات في أول مقطع 90% من مجموعة درجتين فصل الأول وفصل الثاني فصل الأول وفصل الثاني الأول 60 والثاني 60 أستطيع أن أجمع أو أحسب النسبة 90% يعني 90 على 100 ضرب 60 زائل 620 صفر بالبسط مع صفر بالمقام وصفر بالبسط مع صفر بالمقام 9 ضرب 12 9 ضرب 2 18 9 ضرب 1 9 و11 108 هي عبارة عن مجموعة درجتين الفصلين مجموعة درجتين الفصلين الفصلين أول والثاني أنا أريد الفصل الثاني الفصل الأول علم وأعطيت درجته 50 حصلت تعبير في الفصل الأول 50 فعلامة تعبير علامتها في الفصل الثاني تساوي مجموعة درجتين الفصلين ناقص درجة الفصل الأول مجموعة درجتين الفصلين هي عبارة عن 108 حتى وردت بأرقامها لنس الترتيب مجموعة درجتين الفصلين هي عبارة عن 108 درجات ناقص درجة الفصل الثاني الأول 50 108 يذهب منها 50 كم الناتج؟ الناتج هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن 58 ثمانية وخمسين علامتها في الفصل الثاني 58 إذن حصلت في الفصل الأول على 50 من 60 وفي الفصل الثاني 58 من 60 فتصبح النسبة الإجمالية عبارة عن 90 من 60 أيضا وردها في دورة 2019 لنحضار 36% من 450 كيف أجيب من هذا السؤال؟ مباشر أضرب هذا الرقم بالنسبة أي 450 ضرب 30 36 على 100 وتساوي فتكسر ليس لها مقام مقامة واحد البص في البص بص والمقام في المقام مقام 450 ضرب 36 مقسمة على 100 صفر بالبص مع صفر بالمقام أستطيع أن أقسم 45 تقسيم 5 الناتج 9 ضرب 36 36 وعشرة تقسيم 5 أي 2 أستطيع أن أقسم 36 تقسيم 2 كم الناتج؟ 18 ضرب 9 إذن 9 ضرب 18 وتساوي 9 ضرب 18 9 ضرب 8 72 9 بواحد 9 7 16 إذن 162 162 أختار الإجابة الصحيحة 162 وأحصل على درجة 2 أيضاً في دورة 2020 أوجد العدد الرابع المتناسب لهذه العداد الرابع المتناسب هو عبارة عن نفرض إذن ماذا؟ أكتب أفرض أن العدد الرابع المتناسب هو X فيكون لديه ثلاث نحلوها هنا ثلاث على تسعة جذر الثلاث تساوي خمسة على X هذا يؤدي X تساوي خط كسر يقابل X ثلاث في المقام ثلاث في المقام والباقي في البص أنه يقابل X يقابلها العدد الأول طرفين والوسطين عبارة عن جذاء الوسطين تسعة جذر الثلاث ضرب مالة ضرب خمسة هنا يقابل X ثلاث بالمقام والباقي خمسة ضرب تسعة ضرب جذر الثلاث خمسة ضرب تسعة ضرب جذر الثلاث تسعة تقسيم ثلاث لا أستطيع أن اختصر ثلاث مع ثلاث هنا ثلاث هنا ضمن جذر لا تختصر تسعة تقسيم ثلاث ثلاث ضرب خمسة خمسة عشر ضرب جذر الثلاث خمسة عشر جذر الثلاث خمسة عشر جذر الثلاث هو العدد الرابع المتناسق هذا السؤال بدرجتين بهذا الشكل نكون قد أخذنا عينة من أسئلة الدورات كيف تأتي أسئلة الدورات من ضمن هذه الوحدة وكيف نجيب على هذه الأسئلة طبعا أسئلة الدورات تأتي أو يوجد الرابع المتناسب أو تأتي على شكل نسبة مئوية أو قد يأتي على شكل تطبيق بسيط كما رأينا في مسألة عبير بهذا الشكل نكون قد نهينا الوحدة الرابعة بكل تفاصيلها النسبة والتناسبة النسبة المئوية وقمنا بحل أسئلة الدورات التي تأتي من هذه الوحدة نرجو منكم متابعة الفيديوهات السابقة قد تستطيع تشبيه المعلومات وأن تجيب بشكل كامل وأن تظهرونها في اللقاء القادم مع الوحدة الخامسة وهي لغة الجبر لغة الجبر اسمها لغة الجبر والجبر هو شطر الرياضيات الهندسة وجبر فلغة الجبر هذه الوحدة الخامسة فيها أفكار مهمة وأساسية ومحورية ثم نتعرف عليها في الدرس القادم بإذن الله تعالى إلى ذلك الوقت نستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه بأمان الله ولا تنسونا من صالح دعائكم في هذه الأيام الفضيلة ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الدراس حتى يصلكم كل جديد بارك الله فيكم أحبتي نراكم في أعلى المراتب بإذن الله تعالى السلام عليكم